إذا كان جهاز الأندرويد الخاص بك يبدو قديماً، فأنت بحاجة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه هذه. أولاً، لدينا كينفا. هذا التطبيق هو قوة هائلة لجميع احتياجاتك في التصميم. سواء كانت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو عروض تقديمية أو مقاطع فيديو، فإن ميزات الذكاء الاصطناعي في كينفا تجعل من السهل إنشاء محتوى مذهل. بعد ذلك، تعرف على ريبليكا رفيقك بالذكاء الاصطناعي. يقدم هذا التطبيق روبوت محادثة يتعلم منك ويوفر محادثات مخصصة لإبقائك مستمتعاً ومدعومة. إذا كنت من محبي الموسيقى، فجرب أندل يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مناظر صوتية مصممة خصيصاً لحالتك المزاجية، مما يساعدك على التركيز أو الاسترخاء أو النوم بشكل أفضل. لزيادة الإنتاجية، جرب أترد أي آي، يقوم بتحويل ملاحظاتك الصوتية إلى نص، مما يجعل الاجتماعات والمحاضرات سهلة للغاية. Break Time I'm Being هل تحتاج إلى تعديل سريع للصور؟ لا تبحث عن غير Luminar AI، إنه مليء بالأدوات الذكية لتحسين صورك دون عناء. عزز مهاراتك اللغوية مع Elsa Speak، وهو تطبيق مدرب على اللغة الإنجليزية مدروم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على تحسين نطقك. لعشاق اللياقة البدنية، ApeTip تطبيق لا غنى عنه، فهو يجمع بين الذكاء الاصطناعي وخطط التمرين الشخصية لإبقائك على المسار الصحيح. أخيراً، لدينا تطبيق Socratic من جوجل. يستخدم هذا التطبيق الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في أداء واجباتك المدرسية من خلال توفير حلول خطوة بخطوة. وهذه هي قائمة أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لعامل Fain A&C. كم بتنزيل هلاند، وحول تجربة الأندرويد خاصتك. شكراً لمشاهدتكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب. وأرجو التفضل بأي طلب في مكان التعليقات، وأعطينا رأيك حتى نتحسن للأفضل. وفعل الجرس ليصلك إشعار بكل فيديو جديد يشرفون انضمامكم لأسرة تعلم الحلول بتقنية. وذلك بالضغط على زر الاشتراك. فمعظم المشاهدين في قناتهم غير مشتركين.